اليوم أمس ويعني من خلال صفحتك الشخصية وصفت الحكومة بأنها حكومة الفشل والفساد هذه يعني وفق معطيات ما موجود عندك من أدلة ومن ملفات جنابك يعني عندما تصر الحكومة على الذهاب باتجاه أنبوب البصرة عقبة وتشوش على المواطنين والمواطنين يعلمون حق المعلومة بأن هذا الأنبوب ليس لحديثة مرحلة الأولى لحديثة وتصر وزارة النفط رغم وجود كتبها ورغم وجود أدلة وما صدر منها تصر على أن هذا الأنبوب لا إلى حديثة ونحن نريد أن نخدم به مصفة كربلا ومصفة دورة يعني بهذا التضليل مصفة كربلا أنابيبة واصلة ومصفة دورة النفط خانة موجودة والنفط خانة يعني حقيقة نفطها أعلى من مستوى المصفة دورة بـ 216 متر يعني ما تحتاج إلى ضخ قوي ومحطات ضخ مرة واحدة يضخ وانتهى الموضوع أنت من تجي ويقول لي لا أنا أحتاج لمصافي ولها أعدك خطس تراتيجي آخر وأعدك خطوط والقطر اللي أنت مادة إذن أنت وين ذاهب فهمني وكلام رئيس مجلس الوزراء واضح وصريح بصفحتها الرسمية قال نحن عقدنا شراكة استراتيجية طويلة الأمل قوامها أن نحن نمضي باتجاه مشاريع شنو فائدة مؤسسات الدولة من هذه الشراكة ويعني العقود اللي جاي تبرم فائدة حلفاء أمريكا بس هاي شنو نعم حلفاء أمريكا بس شلون بالله فصل لنا يا حبيدون زحمة عليك يعني هذا الأنبوب هسه لحلفاء أمريكا منهم حلفاء الأردن ورح نمطيهم الأنبوب ونمطيهم إياها مصفى النفطي هذا واحد على حساب الحكومة العراقية طبعا من أموالنا وبعد 25 سنة يتملك لهم هذه أموال الشعب ما يقدرون ينكروها ليش لأن هذا واقع حالهم ماضين باتجاهها هسه اليوم يردون يظللون على الشعب ويردون يخرجون الأنبوب من مناطق الاعتراض ومناطق الشيعة والوسط والجنوب يردون يطلعونه بس يوصل لحديثه بعد ما ندر المواطن إيش قد ندفع ضخ أو بهذا الأنبوب من عدمه إيش قد ضخينه نفط من عدم ما حد يدري مواطن يدري شكوا هسه بالأنابيب يعرف شكوا نصدر يوميا لا ما يدري المواطن المواطن يسمع وحتى احنا بمدلس النوار بتجينا بس بس ها هي قائمة بش قد صدرنا وش قد اليوم شكم مليار دولار وها هي سيادة النائب يعني وزارة النقل حددت صلاحيات مدير عام الموانئ أم عزلته لا عزلته ولا راح تعزله ليش لأنه هو أعلى من الوزير هاي شونة تعزله زين غير تعزل واحد هي تسيطر علي ما لها سلطة علي زين هو أعلى من الوزير ها ودير عام الموانئ ايه والله أعلى حتى من رئيس الوزراء هاي شونة وهذا قسم علي بعد شلون ما قدر له حتى رئيس وزراء وما يقدر له يا هسر رأي العام والمشاهد أقسم لكم بالله الكريم زين ما يقدر له زين لأنه يقدر له شان شان توقف على تذني الطروحات شنو عنده من مخالفات شنو عنده من صحيح يقول لي هاي شونة نعم شنو عنده من صحيح زين مو شنو عنده من مخالفات زين لا المخالفات عدي أحمال ما الشاحناء ما البيكابات خليجون أراويهم المخالفات أما يقول لي شنو عنده من صحيح أقول له ما عنده شي ما صحيح أسموه عدة تصريحات ويقول أنا أرد بهدوء وأطلع وثائق مثلا هاي المبالغ المصروفة والعقود وغيرها شنو تعقيبك على هذا؟ خلي سوى مناظرة يمكم هنا وخلي نطلع وطلع وثائق وأني أجل مجرد بدون وثائق زين أنتم ليش ما تستضيفون وزير النقل؟ لا أنا ماضي باتجاه استجوابه نعم وجامع تواقع إن شاء الله وما عندي غير بس أستكمل إجراءات الاستجواب وأقدم زين